بسم الله ابن روح خدس الاله الوحدة منه فصل الانجيل الذي سمعناه الآية العظيمة اللي صنعها الرب مع المولود أعمى خلاء له عينين ده الانجيل اللي بنقرأه في حد التنصير ويتقرف الحد الرابع من شهر طوبة عشان عيد الغطاس يعني كأن المعمودية اللي احنا كلنا تعمدناها هي خلقة العينين فينا لما تعمدنا ربنا خلق جوانا عينين الكثير يكونوا اللي بيقرأه الشماس قال ايه نحن نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة فالمعمودية بصيرة والبولوس قال ان ابن اسرائيل عندهم دلوقتي حاجة اسمها عمل قلب قلبهم اعمى عشان كده بقول المعمودية الموهبة دية العطية الكبيرة قوية للمسيح اعطاها لكل واحد فينا انه خلق لنا عينين جديدة بصيرة نور القلب من جوه عشان كده بنسمى المعمودية استنارة واحد منور البصيرة المعمودية العينين نور القلب زي ما بقول احنا كلنا خدناها لكن للأسف مش بنسلك بيها تقول لي انا عندي بصيرة عشان يعني طب دي البصيرة دي قال ايه قال واحد يشوف بيها ربنا طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله ولا انا عندي دي اه طبع انت عندك البصيرة اللي تقدر تشوف بيها ربنا مع موديتك وانا مش قادر اصدق الكلام اشوف ربنا اطبع لما لما الفرنسيين طردوا الراجل ده اللي كان مولود اعمى والمسيح شفاء يسوع وجده قال له انت تؤمن بابن الله قال له هو مين يا سيدي قال له هو قدامك ومال انا فتحت لك عنيك ليه انا فتحت لك عنيك عشان تشوفني فاحنا اعطي لنا ان احنا نشوف ربنا كل مرة توقف تصلي وتبص بعينيك الجوانية ديات للسماء تشوف ربنا تسيبك من المنظر البراني المنظر البراني مثلا لما رجموا استفانوس اول الشمامسة اول الشهداء رفع عينيه البصيرة اللي عنده دي قال ايه انا ارى السماوات مفتوحة بقولك ما تستقطرش على نفسك انك انت تشوف السماوات مفتوحة تشوف ربنا لانه هو اعطاك البصيرة دي اعطاك انك انت تشوف اول ما تقرأ سفر الرؤية تلاقي الملاك ماسك القديس يوحنة اقوله تعالى شوف تعالى بص هلم فقوريك طبعا دي حاجات ما تتشوفش دي حاجات ايه دي السماوات نفسها حاجات كبيرة قوي واسرار كبيرة جدا بس قال له تعالى هريك بص 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 ولاننا حصلنا على هذه النعمة الكبيرة العينين الداخلية البصيرة نستطيع ان نقول نحن غير ناظرين الى ما يرى احنا مش ببصل الحاجات اللي تتشاف ما ليه بل الى ما لا يرى ولكن انا ببصل الحاجات اللي ما حدش يشوفها وما حدش يقدر يشوفها مش لان انا يعني احسى من كل الناس لا لانه الداني البصيرة دي اعطاني ان ارى واتطلع الى ما لا يرى الاشياء التي ترى وقتية اما التي لا ترى فابدية شوف المسيحيين دول ان عام الكبيرة دي صحيح تقفل عينيك من بره كده وتبص جوه تلاقي مجد حلول الله فينا شو احنا هياكل الله وروح الله ساكل فينا احنا مش بنبص من بره احنا عندنا الامكانيات ان احنا ننظر بعمق وننظر بعلو نتطلع الى السماوات بس زي ما بقولك احنا ملخمين في الدنيا كده لخمة ومهتمين بامور اعظم ما فيها تافه ومش مديين الامر ده فعلا استحقاقه ان انا عيش بمعموديتي وان عيني تبقى شايفة صح فاقدر اقيم الامور تقييم حقيقي بالعينين دي لو بصيت كويس ابص الاخوات اللي في الكنيسة دول اشوف المسيح بالعينين دي اشوف المسيح في كل واحد طبعا وبالعينين دي احب كل واحد قديس يحنى الحبيب قال اذا الواحد ما عرفش يحب يبقى بعيد عنه كو اتعامى اللي ما عرفش يحب اخوه يبقى اصابه العامى ولا يعلم اين يمضي لان الظلمة اعمت عينيه ارجو ان احنا نستعب الكلام ده صح طول معنايا مستنيرة بسيطة جميلة وبص لكل اخوات احبوهم قوي من قلبي بالروح اللي انا ببص بيها بالبصيرة للمسيح الدهاني احب كل واحد بقلب طاهر بشدة اذا فشلت ان انا احب يبقى عنايا تعبت بهذه البصيرة استطيع ان ارى الخير في كل واحد ولما البصيرة ديت تمرد ادين كل الناس واحكم على كل الناس وبص لكل واحد وحش وكل واحد عنده خطية تبقى البصيرة فقدت يبقى الواحد اتعمى نحن نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة استخدمها يا اخي عيش بيها ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا وان كانت شريرة جسدك كله يكون مظلم انظر اذا بص كويس عندك الامكانية انك انت تشوف الخير وتشوف النور وتشوف كل ما هو جليل وكل ما هو طاهر عندك الامكانية لكن بعيد عنك الانسان اللي تنجست دواخله حتى في الامور البسيطة الطيبة يشوف الشر فيه انسان بريء ضميره الداخل نقي يشوفش الشر وفيه انسان تنجس ضميره وداخله ما يشوفش في الناس غير الوحش هذه الخلقة خلقة العينين اللي خلائها المسيح للمولود اعطانا انعم علينا كلنا ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة اغلى ما في الجسد العين اغلى ما في الحياة الروحية البصيرة تقدر تبص كويس تقدر تدي اعذار لجميع الناس تقدر تشوف اللي الناس ما تشوفوش تتطلع الى السماء البصيرة الروحية المسيح اعطاها لنا غالية جدا غالية جدا استخدمها ارفع عنيك للسماء طول النهار طول النهار في كل حتة ما فيش قوة في الوجود تقدر تبنعك من انك ترفع عينيك الى السماء وتشوف اللي الناس وشي تشايفا طبعا تعرف الكنيسة بيت الملايكة والمذبح الطاهر مملوء من القوات السبوية شو تشوف مش لازم بالعين البرانية دي كنيسة بيت الملايكة قابة الملايكة والملايكة قيام حوالينا المذبح طبعا الوف الوف وربوات ربوات في الحتة الصغيرة دي الاطا الملايكة ورأساء الملايكة قيام عشان السر الاقدس عشان جسد المسيح الاله اللي عن المذبح من يشوف اي واحد ما دام عندك البصيرة شوف ملايكة ورأساء ملايكة اصدقني اصدقني دا مش كلام دا حقيقة واقفين يخدموا السر الالهي واحنا برضو واقفين واحنا بنسبح معاهم نقول نسبح مع الملايكة فاذا ما كناش بنقدر نشوفهم بالعين البرانية لكن بالبصيرة الجوانية بنشوفهم نفرح جدا ونتعز جدا بحسب الظاهر الخارج زمان في العهد القديم ملك ارام بعد جيش عشان يقبضوا على الاشع النبي جيش كبير على واحد تلميزه لما شاف الجيش دا حول ان الجبل ارتاع خاف قال يا سيد احنا هلكنا فطلب الي شعو قال يا رب اكشف عن عيني الغلام افتح عينه فلما انفتحت عينه شاف الوف من الملايكة حوله فقال ايه دا الذين معنا اكثر من الذين علينا لما تنعادم الرؤية لو عاد يتلخبط لما تنفتح البصيرة تبقى متطمن احنا محاطين بملايكة ورؤساء ملايكة اطلبه من المسيح انه ينير بصيرتنا بالاكتر قولي يا رب انر عيني يا رب خلي عيني وبصرتي معموديتي شغالة يا رب ما تسمحش ان عيني تضلم اطلب زي ما المزمور بيقول بنورك نعين النور نسلك في النور بالعين البسيطة المنيرة بالنعمة اللي احنا تحصلنا عليها بالمسيح يا سوعة لربنا المجد زي ما هوني يا طول